بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصا لقطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تيلفورد بالرابع والعشرين من شهر مارس آذار والتي استهل لها بقوله تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ذلال مبين وآخرين منهم لما يلهقوا بهم وهو الوذيذ الهكيم ثم قال في الثالث والعشرين من مارس 1889 أخذ المسيح الموعود عليه السلام في مدينة اللوديانا أول بيعة من أتباعه المخلصين يقول المسيح الموعود عليه السلام في شرح الآية أهنفة الذكر إن مغزى هذه الآية أن الله هو الذي أرسل رسولا في زمن كان الناس فيه قد صاروا عديمي الحظ من العلم والحكمة والعلوم الحكيمة الدينية التي تكتمل بها النفس وتصل النفوس الإنسانية كمالها في العلم والعمل الذين كانا قد اختفيان نهائيا وكان الناس ضالين أي كانوا قد ابتعدوا كثيرا عن الله وصراطه المستقيم ففي هذا الزمن أرسل الله رسوله الأمي فسكى ذلك الرسول نفوسهم وملأهم بعلم الكتاب والحكمة أي أوصلهم إلى مرتبة اليقين الكامل بالآيات والمعجزات ونور قلوبهم بنور المعرفة الإلهية ثم قال ستظهر في الزمن الأخير فئة أخرى وسيكونونهم أيضا في الظلام والضلال بادئ الأمر وبعيدين عن العلم والحكمة فسوف يصبغهم الله بصبغة الصحابة أي سيرون كل ما رأى الصحابة حتى يكون صدقهم ويقينهم كصدق الصحابة ويقينهم ويقول عليه السلام أيضا مبينا أن حالة العصر تستدعي مصلحا لا بد من ذكر أنه حين أمرني الله تعالى بتبليغ الحق والإصلاح بعد أن نظر إلى حالة العصر الراهن ووجد الأرض مليئة بأنواع الفسق والمعصية والضلال وذلك حين كان الناس قد اجتازوا القرن الثالث عشر ووصلوا إلى رأس القرن الرابع عشر بدأت أنادي تنفيذا لذلك الأمر بين الناس عن طريق النشرات والخطب أنني أنا ذلك الشخص الذي كان سيبعث من عند الله تعالى على رأس هذا القرن لتجديد الدين لأعيد إلى الأرض الإيمان الذي كان قد ارتفع منها وأجذب العالم بعون الله وبجذب يده هو تعالى إلى الإصلاح والتقوى والصدق وأصحح أخطاؤهم العقدية والعملية ولما مضت على ذلك بضع سنوات كشف علي صراحة بالوحي الإلهي أن المسيح الذي كان معودا لهذه الأمة منذ البداية وأن المهدي الأخير الذي كان سنال الهدى مباشرة من الله تعالى في زمن حطاط الإسلام وانتشار الضلال والذي كان مقدرا له عند الله أن يقدم تلك المائدة السماوية للناس من جديد والذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ثلاثة عشر قرنا ما هو إلا أنا وقد تلقيت في ذلك مكالمات إلهية ومخاطبات رحمانية لم تترك بوضحيها مجالا للشك والريب ويقول عليه السلام أيضا ولما اجتمعت هذه الأوضاع والعلامات في زمننا هذا فقد أرسلني الله تعالى وفق سناته القديمة على رأس القرن الرابع عشر لهذا التجديد للإيمان والمعرفة وتظهر على يد الآيات السماوية بفضله وتأييده وتجاب أدعيتي بحسب مشيئته ومصلحته وتكشف علي أمور الغيب وحقائق القرآن ومعارفه وتحل لي الأمور العويصة المعقدة ومعضلات الشريعة ومشكلاتها وإنني أقسم بالله الكريم العزيز الذي هو عدو الكذب ومهلك المفتري أني منه وهو الذي قد أرسلني في عين الضرورة لقد قمت بأمر منه تعالى وهو معي عند كل خطوة فلن يضيعني ولن يهلك جماعة حتى يحقق مشيئته بحذافيرها فقد بعثني على رأس القرن الرابع عشر لتكميل النور وخسف الشمس والقمر في رمضان تصديقا لي وأظهر آيات بينات كثيرة على الأرض ما فيها كفاية لقناعة طلاب الحق وهكذا أقام الحجة وقال أيضاً وإلى جانب هذه الآية هناك آية عظيمة أخرى وهي أنه قد ورد في البراهين الأحمدية قبل ثلاثة وعشرين عاماً وحي من الله حيث قال تعالى إن الناس سيسعون للقضاء على هذه الجماعة ويمكرون كل مكر ولكني سأنميها وأكملها لتكون فوجاً وستكون لها الغلبة إلى يوم القيامة وسأبلغ اسمك أكناف الأرضين ويأتون من كل فج عميق وتأتيك النصرة المالية من كل فج عميق واسع مكانك لأن هناك استعداداً لذلك في السماء لاحظوا الآن كم هي قديمة هذه النبوء التي تحققت اليوم إنها لآيات الله التي يراها أولو الأبصار أما العميان فلم تظهر بحسب زعمهم أية آية إلى الآن وفي ختام الخطبة دعا أمير المؤمنين أن يوفق الله المعارضين ليروا آيات صدقه فهم يعترفون أن هذا العصر يدعو مصلحاً ومهدياً ولكنهم يرفضون من بعثه الله كما دعا الله أن ينقذ الجماعة من الفتن وأن يهدي المسلمين ويخرجهم من الظلمات إلى النور وطلب من الأحمديين الدعاء لإخوانهم في باكستان وبنجلديش وبوركينا فاسو وفي كل مكان أن يحميهم الله من كل شر وأن ينقذ العالم الذي صار على حافة الدمار وبلغت فيه السيئات الأخلاقية ذروتها ثم أعلن أن جريدة الفضل صارت تصدر بشكل يومي وأن على الجميع قراءتها والاستفادة من محتوها ترجمة نانسي قنقر